اشتركوا في القناة التمساح خطف فجاء الى محمد الفرغل وهو يبكي فخطف التمساح ابنتي يا شيخي قال اذهب الى الموضع الذي خطف التمساح فيه ابنتك ثم قل ايها التمساح اخرج الى الفرغل قال ففعل فخرج التمساح من البحر كالمركب كان مركب كبير ضخم جدا يعني والخلق بين يديه يجرون يمينا وشمالا الى ان وقف امام باب دار الفرغل فخرج الشيخ فامر حدادا ان ينزع اسنان التمساح فسلم التمساح نفسه للحداد لحد ما قال له الاسنان كله ثم امر التمساح ان يخرج الفتاة من بطنه فنزلت البنت وهي حية مدهوشة ثم اخذ العهد على التمساح ان لا يخطف احدا من بلده ما دام يعيش فعاد التمساح ودموعه تسيل حتى نزل البحر ايه ده يأمرون وينهون حتى في الوحوش وقال النبهاني في كتاب الجامع لكرامات الاولياء ايضا في ترجمة ابو العباس ابن مروان المغربي اسمع العجيب دي كان اذا اشتهى احد اصحابه طعاما معينا وهو ببلد اخر اكل عنه ذلك الطعام ووجد ذلك الرجل طعم ذلك الطعام في جوفه فالشيخ يأكل هنا والمريد يشبع هناك يعني الشيخ في القاهرة ابو العباس ابن مروان واحد من مريديه في العراق مثلا اللي في العراق ده اشتهى يأكل كباب من غير ما يقول الشيخ يعرف يروحوه هنا في القاهرة يأكل كباب نص كباب وقدعتني في العراق يجد في ثمه وفي جوفه طعم الكباب ده يا بلاش ما شاء الله وقال النبهاني في نفس الكتاب في ترجمة ابو البركات ابن صخر كنت عنده يوما هذه عجيبة جدا كنت عنده يوما فخطر لي لحم مشوي على رغيف بر ساخن قال يا سلام لو ربع كده كباب في رغيف امح كده سخن طلع من الفرن نفسه هفته على كده قال فدخل علينا أسد في فمه رغيف وفيه لحم مشوي الأرض تشأت وطلعت أسد شيل في بقه وربع كباب في رغيف عيش ومعات صلط الطحينة وصلطة أوطى وببغى النوج فقال أبو البركات للأسد دعه بين يدي الشيخ عمر فإذا فيه ما أردت لسه هياكل عم عمر ده قال فلم يلبث أن نزل من الجو رجل أشعث أغبر طلع له عفريت فذهبت عني تلك الشهوة فأخذ اللحم والرغيف وأكله كله وأخذ يتحدث مع الشيخ ثم طار في الهواء فقال لي الشيخ يا عمر الشهوة إنما كانت شهوة الرجل وهذا من المدللين ده عفريت من الزمالك ده وهذا من المدللين إذا خطر له شيء لم تتم الخطرة حتى يقضى وإنه الآن ببلاد الصين الأقصى في دجل في شعوزة في ضحك على الذقون مش كل أحد تظهر له خارق أقول لك نوالي الطريق إلى الولاية رسمه القرآن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم أولياؤك يا رب الذين آمنوا وكانوا يتقون والإيمان قول وتصديق وعمل قول باللسان تصديق بالجنان عمل بالجوارح والأركان بتتق ربنا تشتهد فطاعة ربنا تبقى من أولياء ربنا وكلما عظمت لله طاعتك كلما عظمت عند الله ولايته يروي الشعراني عن نفسه في الطبقات الكبرى اسمع يقول تأخرت عن حضور مولد سيد البدوي وقال وقال الذين حضروا المولد إن سيدي أحمد كان يخرج رأسه من الضريح ويقول أبطأ الشعراني ما جاء أبطأ الشعراني ما جاء ده بعد موته جثة هامدة صاحبه بيطلع رأسه من القبر ويسأل اللي في الله أبطأ الشعراني ما جاء قال الشعراني في نفس الكتاب وتأخرت سنة عن حضور المولد فقابلني سيدي أحمد في القاهرة ومعه كثير من الموت والزمنة والأسرة ما رحش المولد سنة سيد أحمد البدوي طلع من التربة وجالوا القاهرة ومعه بقى أسرة وزمنة ناس مرضى وعجائز وموتى يزحفون على ركبهم ويحملون أكفانهم معهم ويحضرون المولد فقال لي سيدي أحمد لماذا لم تحضر المولد قلت بي وجع قال الوجع لا يمنع المحب قلت له إن شاء الله أحضر في العام القادم قال لا بد من الترسيم عليك فرسم علي سبعين عظيمين أسودين كالأفيال وقال إلزماه حتى تأتي به ما هذا الكلام أموات يخرجون من قبورهم ويأمرون وينهون هذه كرامة يا عباد الله هل من نور من علم أو شقشقة من عقل قال محمد صادق قادري في مناقب عبد القادر الكيلاني هذه عجيبة جدا جدا ده مش بيملكوا يحيوا ويميتوا كمان ده بيملكوا الجنة والنار اسمع ذكروا أن رجلا من مريديه من مريديين عبد القادر الكيلاني الكلام ذكروا محمد صادق القادري في كتابه عن مناقب الأولياء ذكروا أن رجلا من مريديه يعتقد في الغوث الأعظم اعتقادا جازما وصار فانيا في محبته فلما مات ودفنوه جاء الملكان فسألاه من ربك؟ ما دينك؟ ما النبيك؟ قال لا أعرف شيئا إلا شيخي عبد القادر الغوث الأعظم لا أعرف ربنا ولا النبي ولا الإسلام أنا لا أعرفه سيد عبد القادر الغوث الأعظم فتحير الملكان يعمل في إدباءه وقال يا رب أنت تعلم أن عبدك هذا قال كذا وكذا فبماذا تأمر؟ قال عذبوه فأراد أن يعذباه فحضر الكيلاني وقال إنه لا يعرف الله ولا الرسول ولا الدين لجهله لكنه يعرفني الحساب ده عندنا لكنه يعرفني وأنا أعرف كل ما سألت ماه عنه فلأجلي لا تعذبوه عندنا الحساب ده عندي عدوه فسألت الملائكة الله ثانية ماذا نفعل يا رب؟ قال عذباه فقال الكيلاني يا رب أنت تعلم أن محبوبك ومجذوبك الغوث الأعظم محي الدين عبد القادر يقول كذا وكذا فأمر الله بتعذيب الميت لتالت مرة فأراد الملكان أن يعذباه اسمع العجب بقى فأراد الملكان أن يعذباه فأخذ الغوث الأعظم المطرقة من يد الملكين وقال لهما لا تقرباه فإن كثرة العشق في باطني لا تقاس بشيء وإلا أحرق الجنة والنار هل خلنا ألقى ظلمة نتبع وإلا أحرق الجنة والنار بألا تكون راحة في الجنة ولا عذاب في النار عندها جاءهما النداء من الله عفوت عن لا تعذباه عفوت عن لا تعذباه ما رأيكم يا مسلمون دي كرامة هذا الكلام يوافق دين ربنا يوافق ذر من عقل يملكون الجنة والنار ما يريدونه ينفذونه ولو كان رغم إرادة الله عز وجل ما هذا ويراجعون ملك الموت ويأمرونه قال الشعراني في ترجمة محمد الشربيني في كتاب الطبقات الكبرى وهو موجود ومطبوع لما ضعف ولده أحمد أحمد بن محمد الشربيني وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه طبعا عزرائيل مش اسمه من أسماء ملك الموت هو اسمه ملك الموت وخلاص عزرائيل هذي من عند أهل الكتاب لكن ده المكتوب بالحرف لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت وحضر عزرائيل لقبض روحه فقال له الشيخ ارجع إلى ربك وراجع فإن الأمر قد نسخ قال لعزرائيل الوادنا بموت دلوقت ربنا لغى الأمر ده خلاص ارجع ارجع إلى ربك فإن الأمر قد نسخ فرجع عزرائيل وشفي أحمد من تلك الضعفة وعاش بعدها ثلاثين عاما ترجمة نانسي قنقر